في آن واحد الوزير الأول عبد الماكس صرح أن تغيير حكومي من صلاحيات الرئيس بودفليقة وهناك ثلاث فرضيات على عكس ما صرح به عمار سعداني وقال أن سيكون تغيير حكومي عن قريب نعم يعني تصريحات الاثنين تصبوا في هدف واحد ومجال واحد هي أولا الرئيس لا يوجد في الدستور مادة تلزمه بتغيير إجباري للحكومة يعني بإمكانه أن يغير تغيير تعفيف أو يغيرها تدريجيا أو يبقي عليها ولكن نحن في جبهة التحرير الوطني ومن حقنا وكحزب أغلبية نرى أنه لا بد وضرورة من تغيير الحكومة ولا بد من تعديلها حسب مقتضايات هذا الدستور الجديد طيب سنتحدث الآن حول المواد الدستورية التي سيتم ترجمتها على مواد عضوية هل في سؤال أول هل ستلتزمون بوجوب الحضور الدائم إلى البرلمان؟ نعم هذا أمر إيجابي يعني هناك مادة في الدستور الجديد مدى ميا مكرر تلزم النواب بالحضور الإجباري لأن هذه القوانين جد هامة قوانين يعني ذات مسئولية كبيرة تنتظرنا وتنتظر البرلمان وبالتالي وجب على النواب أن يبادروا بالحضور والحضور الإلزامي حتى تكون هناك مناقشة فعالة مناقشة جدية ومستمرة لكل هذه القوانين الأساسية الجد هامة طيب فيما سبق ربما طالبتم بزيادة في الأجور نحن لم نطالب أبدا بهذه الزيادة ولكن هناك بعض وسائل إعلام التي تضخم مثل الأمور لأننا نحن نعي جدا المرحلة التي تعيشها الآن الجزائر ونحن في وضعية اقتصادية جدا صعبة لا بد أن تتكثف الجهود فيها وبالتالي نحن لم نطالب أبدا بهذه الزيادة ولكن هناك مغالطات طالبنا فقط هناك بالقانون الأساسي تعديله ربما حتى يعلم الجميع الحقيقة بالنسبة للنواب من حقهم الحصول على حق التقاعد وبالنسبة للنواب الذين كانوا يعملون في الوظيف العمومي لديهم الحق نائب لما يتحصل على أهداء برلمانية ويكون مثلا موظف لدى الإدارة أو في أي مؤسسة تابع القطاع الوظيف العمومي له الحق في الاستفادة من سنوات العمل لكن هناك نواب آخرين الذين كانوا ينتمون إلى إدارات ومؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة للوظيف العمومي هذا النواب الآن سنوات عملهم لا تحسب يعني في القانون الماضي يعني النائب حتى لو عامل في مؤسسة اقتصادية عمومية أو في إدارة غير تابعة للوظيف العمومي ليس له الحق في الحصول على من حتى التقاعد وهذا حق يعني طيب ربما أنتم لم تطالبوا بزيارة أما الزيادة لا أساسا لها بيصحي لماذا لم تصدرون أي بيان ينفي ذلك؟ نحن معنا حتى حاجة رسمية ولكن هذا وسائل الإعلام فقط تتحدث عن هذه الزيادات نعم لك ربما حبث لو كان هناك بيان ينفي كل مقالات صحفية لا يكون هناك تفاهم بين أطراف الكتل كلها ويكون هناك بيان ربما في القارب العجل لكن لا أساس لم يزيد طيب سيدي البقية لكم سنة واحدة ومضت أربعة سنوات عن عهدتكم ربما سؤال ربما ما قدمتم في خلال هذه الأربع سنوات؟ نعم قدمنا الكثير والكثير في هذه الأربع سنوات هناك مجموعة كبيرة من القوانين المهمة القوانين التي طبقت منها ما طبقه ومنها ما زال في طور الإعداد ناقشنا على مستوى الليجان لأن هناك ربما المشاهد لما يشوف الجلسات العامة المتلفزة فقط العمل البرلماني ليس في الجلسات لأن الجلسة ربما تدوم يومين أو ثلاث أيام هناك لجان مختصة لجان دائمة تعمل باستمرار وهذه عمل الليجان غير متلفز وبالتالي لا يمكن أن يراها المشاهد فالعمل البرلماني متواصل طيلة أيام السنة نعم لدينا قوانين على مرة السنة ربما تحدثت داخل البرلمان نحن نتحدث عن ما قدمتم لمنتخبيكم عمل البرلماني ليس داخل البرلمان فقط نعم هو عمل شريع ومراقبة عمل الحكومة ونقل انشغالات المواطن لأن النائب لما يلتزم أمام مواطن فعليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة أمام الشعب وبالتالي نحن لدينا مثلا الأسئلة الشفاوية والأسئلة الكتابية نحملها يوميا وأسبوعيا يعني هناك انشغالات محلية يطرحها المواطن والنائب يطرحها للوزراء في شكل أسئلة شفاوية وكتابية وهناك يعني شغالات وتوصيات للوزراء يعني عمل جاد وجبار يعني يقوم به النائب يعني طيب هذا قدمتموه خلال أربع سنوات بقيت لكم سنة واحدة ماذا ستقدمون فيها؟ سنقدم إن شاء الله سوف يكون البرلمان ورشة للعمل جاد من خلال تطبيق القوانين التي تتماشمت دستور الجديد يعني من اليوم فصائدا فلا تكون هناك راحة أبدا لأي نائب مهما كان يعني لماذا؟ لأنه تنتظرنا قوانين جد هامة قوانين مصرية قوانين سوف تؤسس لمرحلة جديدة لجزائر جديدة هذه القوانين إن شاء الله سوف نناقشها ونعدها يعني حسب ما يتطلع إليه المواطن الجزائري طيب قمنا معي السياء فضيل ربما ستشهد هيئة العربي والدخليفة خلال دورة ربعية لأخير الكثير من التجذبات والنقاشات لمختلف القوانين العادية والعضوية التي جبهها الدستور الجديد في وقت تبدي فيها المعارضة داخل قبة زيغود يوسف نوعا من التحفظ قبل مقاشة القوانين يقول أحمد مدني أجندة ثرية وحزمة من القوانين التي أقرها الدستور الجديد سيناقشها نواب الغرفة السفلة رغم اختلاف مشاربهم السياسي واتجاهاتهم الأيديولوجية نحن مجندون كنواب حزجب التحليل الوطني لتمرير هذه القوانين من حيث مناقشة والإثراء فيه قوانين يسرى كثيرة ومتنوعة للقطاعات ويبدو لي أن هذه الفترة الربيعية وهي آخر فترة ربيعية لهذه العهداء يبدو لي أنها ستطبع على كل حال مسار المؤسسات الجزائرية المعارضة التي لم تصوت على الدستور أبدت الكثير من التحفظات حول الآلية التي ستتعامل معها عند مناقشة القوانين المنتظرة هناك فرق بين الدستور وهذه القوانين نحن عرضنا الدستور للأسباب التي ذكرناها في حينها أما هذه القوانين هي قوانين عضوية وقوانين عادية تنظم الساحة السياسية نقشات ساخنة منتظر عنوانها الرئيسي القوانين العضوية ستدور رحاها داخل قبة زيغود يوسف بين ممثلي الشعب سوف تكون مخرجاتها تندرج في إطار تجسيد مفهوم دولة القانون والمؤسسات تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة معود إلى النقاش إذن سيدي الفاضل محمد سيلفوديل بالأمس كان الافتتاح للدورة الربيعية للبرلمان إلا أن الافتتاح كان يتماشى والدستور القادم لا الافتتاح يعني الدستور لم يطبق بعد يعني هناك بهلا يعني تحدد يعني حتى يكون هناك تطبيق للدستور نحن بالأمس افتتحنا هذا الدورة الربيعية ونحن جدوا مستعدون وجهزون لمناقشة مختلف القوانين التي تتطابق مع الدستور وسوف نبدأ إن شاء الله مع القانون الذي يحدد تنظيم عمل المجلس الشعب الوطني وعمل المجلس الأمة وكذا العلاقات بينهما والعلاقة الوظيفية بين الحكومة وبعد ذلك سوف نشرح في مناقشة حوالي 18 مشروع قانون كلها تتماشى مع تطبيق الدستور الجديد طيب في رأيك هل ستعود هيبة البرلمان وربما إعادة الثقة للمواطن فيها البرلمان نعم مع هذا الدستور الجديد الذي جاء به فخانت رئيس الجمهورية سوف تكون هناك ثقة وتعود هناك ثقة كبيرة إن شاء الله في المستقبل القريب لأن هذا الدستور أعطى صلاحيات أوسع للبرلمان أعطى صلاحيات أوسع للمعارضة حتى تفرد نفسها وتكون فعالة في الساحة السياسية وبالتالي هناك قوانين كلها في صالح المنتخب وفي صالح البرلماني وتمكنه من القيام بدورها على أحسن وجه إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد محمد سيفودي النائب في البرلمان عن جبهة التحرير الوطني وطني